استاذ ياسر يتفضل السلام عليكم يا دكتور على رأسي أهلا وسهلا استاذ ياسر جزاك الله عنا كل خير يا رب الله يرضى عناك السؤال فقه يا دكتور دلوقتي لو في رأي فقهي واختلف في الفقهاء من حي أختار أي رأي فيهم هو السؤال ده وإن كان يعني سؤال فيه كده حركة أنا عايز أقول لك حاجة هو مين اللي هيختار أنا اللي أختار سؤالي هل حضرتك درست أنا أخوك وحبيبك ها هل أنت درست مبحث مبحث التعرض والترجيح في أسول الفقه لا طبعا استغفر الله العظيم ما لأترجح إزاي لا مش حركة أنا أتكلم الغلفقاء سؤالي سؤال بريء مفوش أي حاجة لا طبعا ربنا بريء أنا أسألك سؤال أنت درست التعرض والترجيح لا طيب إذا كانوا هم مختلفين مثلا زي مثلا القرأ ده بمعنى الطهر ولا بمعنى الحيط حضرتك دارس علم المعاجم اللغة لا استغفر الله العظيم طيب حضرتك درست مصطلح حديث عشان تعرف أي لروايتين أرجح لا طيب ما جايز حضرتك درست مثلا علمي زي علمي مثلا البلاغة ونعرف إيه المقصود بهذا هل حضرتك درست علم بلاغة آه دارس علمي بأنهم دارس لغة عربية حلوة أوي 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 يعني أنت تعرف أنواع الدلالات فعارف دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء هو بوس يا دكتور يعني يعني أنجاوب على بعض أو لا أتبضل أنت مش واضح أنه احنا أصحاب يعني فأنا بسألك آه اللع مش بالقوة دي يعني أنا اعملتها بالقوة أنا أعملت بالله أنا أعملت بالله طب هقول لك سؤالين بس صغنانين عشان نعرف نعمل الكلام ده ولن أعملوش والله طيب انت عارف مناهج المفسرين لا طيب يا سيدي احنا عشان نرجح ما بين الفقهاء لازم نعرف كيفية التعارض ما بين الاقوال ولازم نعرف تحرارات المذاهب يعني لازم على سبيل المثال مرة واحد جاء لنا كده مكتوب في الكتاب كده والله لا اقول لك حاجة لطيفة خالص والله اتوقع لواحد من الداحك الرجل قال لك يا سيدي يجوز لو واحد مات وعليه صلاة اهله يصلوا عنه قال له انه له ازاي الكلام ده يا ولدي الصلاة دي عبادة بدنية ما ينفعش حد ينوب عن حد فيها قال ما وفي الكتاب ايلينه هو في الكتاب الفقه هو ما في الكتاب فقه واذا مات وعليه الصلاة ايه اللي حاصل كفر عنه اولاده قلت له كفر عنه ده لما يكون هو كان الصلاة دي صلاة منزورة فعليهم انهم يكفروا عنه وكفرت يمين انا عايز اقول لك ايه ان بعض الناس اللي بيقولونا ان انت روح اختار من الاقوال الفقهية قد يكون هو عنده مشكلة في تحرير المذاب الفقهية ده احنا عندنا واحد زي النووي والرفعي قاعدين بيتخنقوا هو مين القول المنسوب للمذهب فكلمة ان المذهب كده او كلمة اختلف الفقهاء كده مش حقيقي والله ده كلام كده مش علمي كلام مش دقيق طب والحل ايه بقى اقول لك اقول لحضرتك حاجة الحل في الحقيقة ان احنا لما بروح لطبيب لو حد بيتكلم بقى على كهنوت المشايخ هل في كهنوت الأطباء يعني الأطباء عندنا كهنوت يعني ما الأطباء بيختلفوا والله العظيم انا لسه بتعالج من شفايف واخد دوا كده واخد دوا كده وضرب المسألة فلو اختلف الأطباء انا اقول ان الأطباء دول عندهم كهنوت لانهم بيلزمونا بان احنا ناخد الدوا محدش يقول لي فيه خلاف هو نفسه والله هي فكرة المرجعية بس ما احنا بنعمل في الأطباء الأطباء في الاخر خالص بتكلمه عن أبدنا لكن العلماء بتكلمه عن ديننا عن قلوبنا يا سيدي هذا ليس كهنوتنا ولكن نوع من أنواع التقدير والاحترام في حد أفتاني فأخدت بفتوته فلاقيت ان فتوته ديت بتصلح حالي وبتغير حالي لأسن حال فاحترمته اجا اقول له لا ما تحترموش واعتبر رجل مشكوك فيه ليه لمصلحة مين ده لمصلحة مين ما يبقاش عندي مرجعية لمصلحة مين أنا ما بيبقاش عندي ثقة في الناس أو إن أنا أختار اللي أنا هو أنا قادر طب أنا ليه كنت طب أسألك سؤال لو أنا قادر على الاختيار إيه لي خلينا نروح للكتاب وأقرأ فيه ما من منزلهم كده هو اللي ييجي على هوايا أعمله ما إذا كنت أنا قادر على الاختيار أنا إيه لي خليني أروح وأبص في الكتب بلاها الكتب ارمي كمان الكتب أنت منك لنفسك كده اللي ييجي على قلبك أعمله وبلاها أسمع المشايخ ليه يعني أسمع العلماء وهي بتختلف ليه ما بلاها العلماء وأروح أنا يبقى الطريقة دي بتوصلنا في الاختيار خالص إلى إيه أفرأيت من اتخذ إلهه هوا ده الراجل اللي أنا سمعته 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 وقال لدته عشان إيه يا سيدي عشان هو عالم بس وإلا فنلغي بقى أقسام العلم اللي هو أقسام علم الفقه ده لأن في الاختيار خالص إذا كنا كلنا عن اختار يبقى ليه يبقى فيه تخصص في الفقه ولا الفقه المقار بلاها التخصص ده خالص والله يبلاها ليه طيب كل واحدة يختار بقى إيه لازمتها ده زي ما نعمل كده في الطب ونعمل كده في الصيدلة ونعمل كده في الهندسة ونعمل في كل حاجة كده بلاها المرجعية خالص في أي حاجة بلاها ما حدش طلب من حد أبدا إحنا بنقول يا سيدي اسمعني كويسة أساسة إحنا بنقول إن الفتوى من باب النصيحة فيه فرق إن أنا أفتيك وإنت تعمل أو ما تعملش إنت بينك وبين ربنا ما تجيش بقى تقول لي إن أنا لما أبزل مجهودي وأختار بناء على أصول علمية وأصول مهنية ومنهجية تتعلق بالفتوى تيجي تقول لي والله أنا ما أنا رجل وأنت رجل وحد قال إننا نحن خلاف ذلك بس هو الحقيقة يعني لا أنا متخصص ومشتغل بالعلم الشرعي وبذلت عمري عشان في الأخي خالص أطلع أقولك زي أي واحد مشتغل بأي فن وأي علم من العلوم النصيحة بتاعتي عايز تاخد النصيحة أخدها أنا ما لزمتكش ما قلت لكش لو إننا أفتتك بفتوى عملت بخلافها أنت أتروح النار الفتوى غير ملزمة لكن حد بقى يخلط ما بين إن الفتوى مش ملزمة وما بين إننا اللي بيمارس ده لا اللي بيمارس ده حاجة اسمها خدمة مجتمعية الذي يمارس الفتوى يمارس خدمة مجتمعية والناس عندما تقدره تقدره لما يقدمه من خدمة للمجتمع واللي مش فاهمة دينا فاهمناه مكلمناه بالتفصيل نعم واضح يا أستاذ ياسر